موسيقى السمع وظيفة للأذن والأبصار والبصر وظيفة للعين والأفئدة هو وظيفة لعضو اللي هو بالدماغ ممكن تأفصار العيون في أفصار القلوب لما تعمل أبصار الفؤاد والصائق للفكر عم يعطيك مادة طيب بينما العقد منها إجا العقد أنك أنت تعتمد على الشيء وتقرره طيب وإيجيت العقد مثلا شو مناعة العقد طال هو بالقوة أحد معاني عقدها أنه رواط الأشياء بعضا ببعضها طيب أيضا في قوله تعالى وفي قوله تعالى هل ما كنتوا إلى الآن تعرفوا النفاثات في العقد في السورة الفلق قول عوذي رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ذواقب ومن شر النفاثات في العقد شو يعني النفاثات في العقد السهر يعني في نفخة الإنسان نفخ في النار الإنساني أوية نفخة نفثها ثم نعتها بيدوق بيدوق بيمبوس في إيش بالعقد هل هي إيش العقد؟ غسيل الدماغ يعني بيحضر بيحكي معك بيظل بيحكي معك بيظل بيحكي معك لحظة يغسل لك دماغ لحظة رحمة لحظة سبحان لحظة الآن وسائل الأعلام وسائل الأعلام هي النفاثات في العقد لأن وسائل الأعلام ما عندها دبابات وما عندها طيارات شو عندها؟ عندها هذا الشغل على تغيير القناعة على مهلا لماذا طيب جاءت في السياق الاستعادة؟ لا لنفاثات في العقد إلاك شر قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسف ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حسن كل شر هذه كلها شر ولا كلها يحتمل فيها الشر؟ لا كل واحدة شر شر قائم بذاته أنت مستور مستور الناس اللي عم تروح در حالة مخصوب ما نفس نفسها منافقة نفس بهدوء هدوء تكلم بحتي بتحكي معه وهدوء والعقد وش معنا العقد هي أقول الناس من عقدة طالوا في العقدة طالوا في العقدة اللي هو طيب لماذا يؤدي هو عقدة أنه تاخد انت استنتاجات ترضط بعضها فالذي ينفث في العقد هو من يحاول أن يحاول استنتاجاته أن يحاول استجاجاته أو يحاول استجاجاته اللي عندك لتغييرها اللي تغييرها هؤلاء هم نفاثات في العقد في شر فيه ولا ما فيه اللي فيه لما تجي الشعب ويروح انتحن طيب الغاسق إذا وقب مش هري غاسق إذا وقب يعني بدي سألك سؤال صدام حسين هذا الغاسق إذا وقب صدام حسين لو كان إستاذ مدرسة وذا غضب شو بيساوي يعني بيضربه آخرها بيرصب طالب يعني ها اقصى كان رئيس دولي يسوي الكوارث اللي سوها هذا هو الغاسق والإذا وقب الأحمق إذا وقب غاسق وشلون كده جدت أنه غاسق لها أنه وقب الوقب إمرأة وقب إمرأة حمق الوقب هي الحمق والواقب هو الأحمق والغاسق والغاسق أنه الأحمق بيتغير وشه وهذا بيتغير وشه بيتغير سلوكه وش معنى كلمة غاسق هو غاسق أنه تغير لونه تمر لونه تغير وشه من الغضب كيف ربطت طيب بالغروب كيف ربطت الغروب لأنه تغيير اللون بيصير لون أسود بيصير لون أثمر الغاسق إذا وقب الغاسق شو بيصير أنه بيكون ضاوي بيصير عتمي يعني الآن دكتور هل يعني هذا ذهاب للمجاز أيضا الوقب الوقباء هي الحمقاء والواقع هو الأحمق لكن هذا تأويل مجازي طبعا الغاسق إذا وقب هو شو عمل لك أنه أنه واحد غاسق و أحمق إذا كان أخذ مركز بيخرب بيتك بس دكتور الله تعالى يقول في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الغاسق أسود رب العالمين عم يأنذرك من شيء مهم من شيء مهم جدا من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاساتي في العقاد ومن شر حاسر والحسد مو بالعين من يعمل بسقال ذرة خيرا من يعمل بسقال ذرة يشر الحسد هو موتيف لعمل شر هو؟ الموتيف الدافع الدافع المحفز أما نفت الحسد إذا كان ما ما زفع صاحبه ما بساو شيء طيب طبعا اللي أدخلنا في هذا هو تعريف العقد أنه لحظة بناء الفكرة رفض الفكرة ببعضه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة